الهيئة الدولية لدعم المصالحة والتضامن مع سوريا يزور البطريارك جريجوريوس الثالث حام بطريارك أنطاكا وسائل المشق للروم الملكيين الكاثوليك في مقر البطرياركية في الربوى بلبنان قبل زيارته لسوريا والبطريارك الحام يؤكد ان التحدي الكبير هو الدعوة للمصالحة وتحقيقها استقبل البطريارك جريجوريوس الثالث حام في المقر البطرياركي في الربوى وفد الهيئة الدولية لدعم المصالحة والتضامن مع سوريا وضم الوفد عشرين شخصية عالمية ناشطة في ميادين حقوق الإنسان والسلام يزرون لبنانا والسوريا بدعوة من البطريارك لحام لحام أكد أمام الوفد أن التحدي الكبير هو الدعوة إلى المصالحة وتحقيقها تلبية هذا النداء يعني نأمل أن يكون أن العالم ليس فقط هؤلاء العالم يلبي نداء المصالحة في سوريا الآن وقت أن نقول كيف نسير معا مسيرة السلام والمصالحة وجميل أن يكون هؤلاء يأتون من العالم ناشر الدولة إلى لبنان ولكن لكي ينطلق من لبنان إلى سوريا ويرجع من سوريا إلى لبنان إذن هنا two ways عند طريقان من لبنان إلى سوريا من سوريا إلى لبنان وإلى العالم وهذا هو معنى رسالتنا اليوم أننا أردنا أن نستقبل هؤلاء لكي نقول لهم رسالة ونحملهم رسالة السلام والمصالحة إلى العالم نعلم أن للشعب السوري الحق في تقرير المصير والشعب السوري يعلم حسن من سواء ما الذي بشأنه أن يزيد الحل ولكن أتينا للتضامن مع هذا الشعب وللقول له تشجع وإلى الأمام نأمل أن الشعب السوري يرجع إلى ذاته ويلقي السلاح ويتعلم سبل الحوار لنأتي إلى خلول سياسية في مصلحة الشعب السوري أكيد أن عملية سلمية لا تستطيع أن تنطلق بالتزامن مع إرهاب موجود على الأرض هذا أكيد ممكن هذا الوفد اليوم طالما أنه دولي ومشكل من مختلف الدول أن يحس حكومته على الكلام على هذه الدول لوقف العنف بالسوري أو أن يقوم بموادرة شخصية ربما برح تفجأت البارحة أن السيدة ميريد مكوير أطلقت نداء إلى الرئيس أوباما وإلى الولايات المتحدة وإلى حكومتها اللي هي حكومة البريطانية وطالبت بوقف دعم الجهاد المسلح في سوريا دعم الإرهاب في سوريا ووقف التدخل القصري في الشؤون السورية الداخلية وكما تذكرون في الثمانين كان أكبر وفد عربي قدم إلى الرئيس أو الوفد السوري لذلك فهم يساعدون في بناء أمريكا من وجهة نظامية وهم أصدقاء عظام يشرفني أن أكون في لبنان وأتطلع إلى زيارتنا إلى سوريا وإذ أمل البطريارك لحام أن تحقق مهمة وفد المصالح نتائج المرجوة دعا إلى الصلاة في سوريا يوم السبت في الحادي عشر من أيار من أجل السلام في سوريا